بسم الله الرحمن الرحيم محاسبة التكلف والإدارة 2 تابع الوحدة الثانية نستكمل المثال على نظرية القيود حلنا في المحاضرة الماضية المثال المطلوب 1 هنبدأ مطلوب 2 و 3 حل مطلوب رقم 2 تحديد تشكيل المنتجات المثلثة في ضوء نظرية القيود يتطلب الأمر حساب ما يلي هنجيب عائدة لعملات الداخلية لكل وحدة بسعر بيع الوحدة ناقص تكلفة مواد أولية للوحد طيب ونحتاج نجيب وقت إنتاج الوحدة من الآلة رقم 3 ما يعني الآلة رقم 3 لنها هي اللي حددناها من المطلوب اللي فات بالنها هي تمثل نقطة الاختناع طيب وقت إنتاج الآلة ده بنحسيبه ازاي وقت الآلة رقم 3 لكل منتج على عدد وحدات المنتج هجيب الوقت ده هجيبه ازاي للتلات منتجات للمنتج سين وصاد وعين كان عند وقت الآلة كان من ضمن المعطيات العمود ده كان معطا كان معطا مية وتمانين ومتين ومية أربعة واشرين وعدد الوحدات برضو كانت معطا 20 و 10 و 4 يبقى مية وتمين على 20 يبقى 9 ساعات 20 على 10 و 20 ساعة مية أربعة و 20 على 4 و 31 ساعة هنستخدم دول دول وقت ونحل المطلوب رقم 2 نجيب المطلوب رقم 2 بعد كده نجيب عائد العمالات الداخلية لكل دقيقة نجيبه لكل دقيقة ازاي عائد العمالات الداخلية لكل واحدة عائد العمالات الداخلية لكل واحدة مقسوم على الوقت اللازم لإنتاج الواحدة من الآلة رقم 3 اللي لسه تم حسابه من السابق من الشرح السابقة مباشرطا ننفذ بقى المعادلات دي في الجدول التالي نعملها في الجدول ده أنا عندي سين وصعاد وعين ده بنتج منها 20 وحدة 10 وحدات 4 وحدات سعر بقى الوحدة كان معطى في رأس السؤال من البداية خلص 800-1750 ناقص تكلفة مواد أولية للوحدة برضو دي كانت معطى في رأس السؤال بـ 260-320-510 الفرق يكونوا مديني عائدة لعملات الداخلية للوحدة 540-680-1240 لما نطرح دول من بعض ودول من بعض ودول من بعض نتيجة الطرح أقسم بقى عائدة لعملات الداخلية للوحدة على وقت إنتاج الوحدة من الآلة اللي كانت تمثل نقطة اختناق اللي حسبناها من الصفحة السابقة 29-31 يطلع لعائدة لعملات الداخلية لكل دقيقة 60-34-40 لما اسم ده على ده وده على ده وده على ده حب ده أعمل ترتيب الأولويات أرتب أعلى رقم عائدة عاملات الداخلية لكل دقيقة ده أعلى رقم 60 بدأ الأول اللي بعده في الترتيب 40 بدأ الثاني اللي بعده في الترتيب 34 بدأ الثالث يبقى منفروض الطاقة اللي عندي اللي هي 420 دقيقة الطاقة المتاحة لكل آلة 420 دقيقة توجه الأول لمين لإنتاج كل الـ 20 وحدة بتوع سين لأن ده الأول ترتيبه الأول ثم توجه لإنتاج الأربع وحدات بتوع عين ثم اللي يتبقى بعد ذلك لجزء من مين ثالث واحد اللي هو مين صاد ده اللي ننشوفه في الشريحة اللي جاية يبقى توزيع الطاقة المتاحة اللي هي 420 دقيقة حسب الأولويات المحددة من الجدول السابق سين أولا ثم عين ثم صاد طيب إبقى العشرين وحدة كلهم من المنتج سين محتاجين كام 180 دي معطى يبقى عشان أنتج العشرين وحدة كلهم عايزين كام من طاقة الآلة عايزين 180 دقيقة الأربع وحدات من منتج عين عايزين 124 دي برضو معطى لو جمعنا الاتنين دول مع بعض 180 زائد 124 وطرحناهم من 420 اللي هي الطاقة القصوى الطاقة المتاحة يبقى المتبقي كان 116 الـ 116 دقيقة دي لا تكفي لإنتاج كل صاد بل تكفي جزء بس تم نجيبه ازاي وهذا المتبقي اللي هيكفي لإنتاج كل صاد الذي يحتاج كام صاد عشان أنتجه كل عزم ايه 200 دقيقة أنا بقى عندي كام 116 بس فالمتبقي يستخدم لإنتاج جزء من صاد يساوي المتبقي اللي احنا حسبناه على وقت إنتاج الوحدة من الآلة اللي هي كتنمثل اقتناق اللي الآلة 3 وهو كام 20 يبقى سم مية وستاشع العشرين تطلع كام خمسة وتمانية من عشرة يبقى مش هقدر أنتج كل وحدات صاد حنتج منها كام خمسة وتمانية من عشرة وحدة فقط عائد العملات الداخلية الممكن تحققه يوميا في ضوء نظرية القيود عدد الوحدات المحددة في التشكيلة لسا محددنا في عائد العملات الداخلية للوحدة أطبق كده للمنتاج سين لعشين كلهم بالكامل في خمسمية واربعين عشرة تلاف وتمانمية صاد خمسة وتمانية من عشرة في ستة ستمية وتمانين وعين أربعة في ألف مئتين واربعين يبقى أربعة ثلاثة تسعمية وكام وستين يبقى الإجمال كله تسعة عشر ألف سبعمية واربعة